السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بك وكل متابعي قناة فرنشاوي على اليوتيوب فيديو بعنوان كتالوج فرنشاوي لكل اللي ما يعرفش القناة او كل اللي عارف القناة او اللي لسه جاي جديد وحابب يعرف القناة بتقدم ايه ويوصل اللي هو عايزه ازاي اولا القناة مهتمة بتعليم اللغة الفرنسية انا اسم وليد مصطفى والقناة سمتها فرنشاوي نسبة الا فرنش اللي هي اللغة الفرنسية وقاوي اللي هي بتتقالع لأي حاجة بالمصري يعني متخصص فيه الفرنساوي وعملنا موقع اسمه فرنشاوي دوت كوم بنربط به كل حاجة كل شغلنا وكل حاجتنا على اليوتيوب حبيت ان انا اعمل حاجة افيد بها الناس ودي الحاجة اللي انا المتخصص فيها او افهم فيها وقدر افيد فيها غيري قدمت القناة في البداية اللي طلبت اول سنوي وبعدين عملت تالت سنوي وبعدين عملنا تانية سنوي المنهج حاليا بفضل الله موجودة بالكامل اول او تانية او تالتة شرح المنهج بالكامل طيب انت طالب ولسه داخل على القناة جديد هتعمل ايه مش مطلوب منك غير انك تدخل على البلايليست اللي هي قوائم التشغيل جوا قوائم التشغيل هتلاقي حوالي 17 او 15 قائمة التشغيل تدخل على اللي انت محتاجها لو انت طالب فوق السنوي هتلاقي قائم التشغيل بعنوان شرح اول سنة والترم الاول ده عبارة عن 8 فيديوهات شرح المنهج كله 6 دروس و 2 ديالوج طيب خلصت الشرح كويس جدا وتابعته كويس عايز تحل الناس بتكتبلي في التعليقات عايزين نحل المحل موجود حمد حضرتك فيه قائمة تانية اسمها مراجعة اولى ثانوي او مراجعة نهائية اولى ثانوي الترم الاول المراجعة النهائية دي بتبقى حوالي 8 فيديوهات او 8 فيديوهات بيلخص لك المنهج بتاع الترم الاول وبشرح لك فيه ازاي تحل الامتحانات ومع نمازج وتطبيقية وحل امتحانات كتير جدا ثم يكون حضرتك يريد��如此 مساءات ببالتارات كيف الأمر الاخ AS اجتبلي شرح TheTerm التاني الاولى سانوي و تدخل خلصت اولى ثانوي نمازج قائمة لشارح المنهج للترم الاول وحل المتحانات الكتير بعد ت Shammy كيف الأمر ارامم ثالثة سنوية ستجد شرح المنهج كاملا في 24 فيديو شرح منهج سنوية عامة في 24 فيديو في قيمة واحدة وبالترتيب مرتبة هناك أيضا مراجعة نهائية هناك اثنين مراجعة نهائية لسنوية عامة مراجعة 2017 ومراجعة نهائية لـ 2018 وان شاء الله بالنسبة للثلاث مراحل هعمل فيديوهات حل إضافية للقواعد والمواقف يبقى هذا بخصوص كل المتابعين من طلبة السنوية العامة أولى ثالثة بالنسبة للمراحل التعليمية المختلفة هناك منهج اسمه فرنسي فاسيل للمرحلة الإعدادية كنشاط على المستوى الجمهوري على المستوى الحكومي عملت منه المنهج أولى إعدادي وباقي فيه منهج ثاني أو ثالث إعداد إن شاء الله قريبا هيتعمله ويكونوا موجودين برضو في قائم تشغيل سبتة أما بالنسبة لأحباءنا وأشقاءنا متعلم اللغة الفرنسية من خارج مصر أو من خارج الإطار التعليمي فدول ليهم قائمة خاصة اسمها تعليم اللغة الفرنسية للمبتدئين دي قائمة فيها 111 فيديو بتديك أهم المسائل الأساسية أو أهم الأسس في اللغة الفرنسية من أهم الكلمات والقواعد والجرامير فدي مهمة جدا لأي محتاج والناس كثيرين بتسألني عايز أبدأ أبدأ منين مش هتلاقي بداية أفضل من دي ريت تبتديها وتركز فيها كويس 111 فيديو تعلمهم بالترتيب وتابعهم والجديد إن شاء الله شباب بالنسبة لجميع الفيديوهات على القناة أنشأنا موقعنا اسمه فرنشاوي.com عليه وبنربط في أسفل كل فيديو شرح الدرس الكلام اللي انت بتسمعه في الفيديو هتلاقيه مكتوب وهتلاقي في آخر شرح الدرس كويس أونلاين هتدخل تحيل الكويس وهتشوف درجتك جبت كام وإيه الصحة وإيه الغلط في إجابات دي حاجة مهمة جدا وأرجو أن تدعمونا على القناة وعلى الموقع اشتركوا في القناة موسيقى طيب الناس كتير بتدخل في التعليقات تسألني عايز فيديو كذا في حاجة اسمها سارش الرد على التعليقات ودي حاجة بتسعيدني جدا وتقريبا برد على جميع التعليقات بس انا مش عادة بكون فاضي وعندي مشاغل تانية وقصص تانية مش متفرغ تماما لليوتيوب فانت بمنتهى البساطة تعمل سارش سواء على جوجل او على اليوتيوب هتكتب اسم الدرس اللي انت عايزه سواء بالعربي او بالفرنسية وهتكتب جنبي كلمة فرنشاوي سواء فرنشاوي بالعربي او فرنشاوي بالفرنسية ان شاء الله هتوصل للدرس اللي انت عايزه ده لو موجود لو مش موجود عندنا ان شاء الله خطة مستقبلية هينفزها بس تدريجيا ويوحدة وحدة بيجي لي اسئلة كتير انت مين منين ساكن فين وسائل التواصل معك ايه اختصارا انا اسمي وليد مصطفى علي ابو الرضا مولود في محافظة المنوفية ومن غير ما حد يعلقت على اتملهاش لازمة وعايش في القاهرة وبدرس حبالي حوالي 13 سنة تقريبا عندي 33 سنة درست الجميع المستويات من ابتدائي واطفال للمستويات الجامعية درست مناهج مختلفة امريكان واي جيو والانترناشنال والناشنال درست مختلف المراحل ومختلف المناهج اتمنى ان شاء الله وساعد على قد مقدر الناس اللي بتتبعني سواء من جوة مصر او برا مصر بس القصة كلها ترتبط بالوقت لان انا بشتغل وعندي ظروفي وشغلي سواء شغل في مدرستي او شغل في البرايفت او شغل في الترجمة بشتغل في كذا اتجاه واليوتيوب جزء من الاتجاه ده انا مهتم بيه ونفسي اتخصصله ولكن انتوا عارفين الحياة بيكون لها متطلبات فانا مش هقدر اتفرغ لليوتيوب بس لان العائد بتاعه مازال ضعيف ومش هيقدر يكفيني بالتالي انا اليوتيوب بحاول بستقطع وقت اجازاتي ووقتي فسح ولادي ووقتي اي وقت فاضي بحاول فضيه عشان اقدر افيد الناس فالناس بتبقى وده حق اهن الناس تطلب طلبات معينة بس انا للاسف مش بقدر البي جميع الطلبات انيا او في نفس الوقت اللي الناس بتطلبها نفسي حقق كل طلبات الناس ولكن انا شوية شخص سيستيماتيك يعني شخص بحب امشي بنظام لما بامسك منهج بحب امسك منهج بالترتيب بحبش اعمل فيديو من هنا وفيديو من هنا وفيديو في الفونيتيك وفيديو في الارتوغراف وفيديو في الجرامير بحب اعمل سلاسل متصلة علشان خاطر اللي بيتابع نقدر يتابع معايا بشكل متسلسل ما تبقاش النعكاش هكد وده يمكن حاجة ان شاء الله نتميز بها عن مختلف القنوات التانية ونحن نكون ماشيين في سلاسل مرتبة بشكل اكاديمي وبشكل محترف ومحترم وبنحاول نطور ان شاء الله ونوصل لمستوى جيد طيب انت حضرتك بتتابعنا ومعجب بالقناة ونفسك تكبر ودي حاجة تسعدني وتاج على رأسنا والله ودي قناتك وبتكبر بيك تقدر تساعدنا ازاي اكتر من وسيلة واكتر من طريقة ممكن تساعدنا بيها يعني ابسط حاجة تعمل شاير لو انت طالب في اي مرحلة او واحد بتتعلم في اي جروب عندك جروب على الواتساب على الفيسبوك لك اصدقائك بيشتركوا معاك في نفس الاهتمام بتعلم اللغة ممكن تعمل لهم شاير وترشحنا لهم وتخليهم ينضموا لنا بحيث نكبر ونقدر نعمل شغلة اكتر الحاجة التانية عن طريق وانت على اليوتيوب عن لايك للفيديو وشير للفيديو بيدينا تصنيف اعلى وبيعلي فيديوهاتنا ويخلي الطلب ويخلي اليوتيوب يعرضها للناس اكتر بعد كده او الحاجة الاخيرة وده طبعا للناس اللي من يستطيع ومن يريد ونركز اوه على اتنين دول من يستطيع ان هو يساعد ماديا او معنويا ومن يريد اللي عنده الرغبة ان هو يعمل كده قالينا حساب على باتريون ممكن تدعمونا من خلاله وسائل التواصل كلها موجودة تقريبا في الديسكريبشن بتاع جميع الفيديوهات مستقبلا بيذن الله الناس اللي تسأل ايه اللي هنعمله قدام بعد ما خلصت الدين اللي في رقابتي لأهل بلدي اللي هو المناهج الحكومية تيسيرا على الناس اللي لها ظروف مختلفة سواء في محافظات بعيدة سواء طالبة الجامعة اللي لسه متخرجين ومش عارفين يرتبوا ازاي شرحوا درس او ازاي شرحوا منهج يعني كان دين فرقابتي والحمدله ومازال دين فرقابتي ان شاء الله نحن نقدم للناس حاجة جيدة نجمع خبراتنا وتجاربنا ونحطها اكيد هيكون فيها قصور اكيد هيكون فيها بعض نقاط القوة ونقاط الضعف تعليقاتكم هي اللي بتجينا الدافع وبتخلينا نحسن وانطور اما بالنسبة لخصوص مشروعاتنا المستقبلية فبعد ان شاء الله نخلص منهجين ثانية وثالثة اعداد حكومي صعب اشتغل مناهج خاصة يا جماعة لان مناهج الخاصة كل مدرسة ليها منهج كل مدرسة كل كتاب ليه سيستم واسلوب بس في دماغي مشروع ان انا اعمل تعليم اللغة الفرنسية للاطفال وكنت هعمله بنفسي بس الحقيقة اكتشفت ان انا ممكن اعمله عن طريق رهف بنتي فراهف بنتي انا بعلمها واخليها هي تطلع اتعلم الناس اللي في سنة بخصوص شغلانا المستقبلي بالاضافة لشغل رهف ان شاء الله ناوي بازن الله اعمل اكتر من سلسلة متصلة خصوصا سلسلة الجرامير بشكل احترافي وبشكل اكاديمي هيكون من الصفر لمراحل متقدمة جدا هنقسمها المستويات بالاضافة الى سلسلة الفونيتيك سلسلة الصوتيات وبالنسبة للعرب المغتربين في الخارج اللي دائما بيكلموني ان شاء الله هحاول اعمل سلسلة خاصة بالمحادثات اللي ان الناس هناك محتاجة انها تتكلم لغة مش تتعلم اللغة المكتوبة فهنهتم هنا بالجزء الكلامي في اللغة اللغة المتكلمة واللغة المتحدثة في مواقف حياتها مختلفة بالاضافة الى شغل الدلف طبعا وده بقى محتاج خطة كبيرة وتحضيرات وترتيبات ان شاء الله مستقبلا كل الامور دي هتم كلما بنكبر كلما هينفقر وقت للقناة اكبر كلما هننتج اكتر بدعمكم ان شاء الله ولو عندكم وقت علاقات تسيبوها لي في الكممنتس وان شاء الله شايفكم على خير أورفار سلام عليكم اشتركوا في القناة